أكد من دوم مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق على أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحققه الإشعاب الفلسطيني تطلعته بإقامة دولة مستقلة وخلال جلسة مجلس الأمن قال عبدالخالق أن صدور قرار المجلس بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يعد خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة تدعيات دامية للحرب على القطاع معربا عن تطلعه في أن يساهم هذا القرار في دعم تقديم المساعدات للقطاع الذي يشهد كارثة إنسانية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية وصدور هذا القرار اليوم خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التدعيات الإنسانية الدامية للحرب على جزة وضمان استمرارية ودوام نفاذ المساعدات للقطاع دون عوائق عبر آلية تشرف عليها الأمم المتحدة بحيث لا يترك العمل الإنساني رهينة لإرادة القوة القائمة بالاحتلال والتي لا يمكن عقلا ولا قانونا اعتبارها طرفا محايدا لتقديم الدعم الإنساني نتطلع سيد الرئيس أن يساهم هذا القرار في دعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة قطاع غزة الذي ورغم الجهود المصرية المدنية لتقديم كل المساعدات القصوى الممكنة للأشقاء الفلسطينيين ورغم اقتسامنا الكساء والغذاء والدواء معهم ما زال يشهد كارثة إنسانية مروعة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية